موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يحبذ برعاية كوكدور وترشحات أفلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2018 حلقة النهاردة حلقة غنائية يعني الترشحات بتاعتنا حتكون لأفلام يا إما من بطولة مغني يا إما بتحكي قصة مغني ومن غير مقدمات أطول من اللازم خلونا نخش في الموضوع على طول موسيقى ترشحنا السينماء الأول طبعا هيكون لفيلم أستار إز بورن من بطولة برادلي كوبر وليدي جاجا الفيلم ليه أهمية كبيرة لأسباب كتيرة منها أنه الإخراج الأول لبرادلي كوبر ومنها أنه بطولة ليدي جاجا اللي ليها قعدة جماهيرية مرعبة في كل حتة بما فيها المنطقة العربية ومنها أن استقباله النقدي مرحب جدا ب91% على روتين توميتوز وأقويل كتير عن الأوسكار من دلوقتي الفيلم أنا عن نفسي ما كنتش متحمس له قوي لأن الصراحة شايف أن أوالب الأفلام اللي بتدور عن رحلة مغني أو مغنية محدودة ومكررة نهيك عن أن الفيلم أصلا يعتبر نسخة بتنضم الأربع أو خمس نسخ اتعاملوا قبل كده عن نفس القصة لعل أشهرهم هي نسخة 1976 من بطولة باربرا سترايسان بس الصراحة لما شفت التريلر عجبتني وحمستني أني أشوف الفيلم وإن شاء الله حيكون المراجعة القادمة على فيلم جامد الترشيح السينمائي الثاني حيروح لفيلم Bad Times at the El Royale واللي برضو فيه أسباب كتير خلتني متحمس جدا أني أشوفه منها فريق البطولة اللي بيضم كريس هامسورت وجيف بريجز وجون هام ومنها برضو التريلر المجنونة واللي عجبتني جدا لما شفتها في السينما ومنها أن أحداث الفيلم بتدور في مكان واحد وفكرتني جدا بأجواء The Hateful Eight ومنها برضو أن استقباله النقدي مشجع ومسجل 78% على Rotten Tomatoes فإن شاء الله لو الوقت سمح هيكون المراجعة اللي بعد مراجعة A Star Is Born على فيلم جامد لو بقى على آخر الأسبوع حضراتكم كنتوا شفتوا A Star Is Born وباد تايمز at the El Royale ولسه عندكم وقت وعاوزين تدخلوا سينما فأولا يخرب بيت الفضى وثانيا ممكن أرشح لكم In Darkness فيلم In Darkness من بطولة ناتالي دورمر وبيدور عن إمرأة كفيفة بتلاقي نفسها في وسط صراع إجرامي عنيف تريلر الفيلم برضو شفتها في السينما وحمستني في بدايتها بس فصلتني جدا في آخرها وحسيت أني شفت الفيلم كله خلاص الفيلم مسجل 42% على Rotten Tomatoes وأنا عن نفسي حستنى لما ينزل على أوس أنوال لحاجة عشان أشوفه بس عموما أديني بلغت بوجوده وعلى كل حال هو آخر ترشيح سينمائي معانا لأن هي دي كل الأفلام الجديدة اللي نزلت في السينما الأسبوع ده والآن نبتدي مع الترشيحات المنزلية اللي زي ما قلت القاسم المشترك ما بينها هو الغناء احتفالا بصدور فيلم A Star Is Born زي ما قلت أوالب الأفلام اللي بتدور عن قصص مغنيين محدودة قوي ولما جيت أفكر في حاجة مختلفة ملقتش أنسب من What's Love Got To Do With It الفيلم بيحكي قصة حياة تينا تيرنر ولكن مش بالشكل الكلاسيكي بتاع أفلام قصص الحياة الفيلم مركز بالكامل تقريبا على قصتها مع جوزها آيك تيرنر واللي كان فارد سيطرته عليها بكل أنواع العنف النفسي والجسدي وحتى استعراض ده داخل أحداث الفيلم مختلف وبياخد أشكال كتير منها المأساوي طبعا وللمفاجأة منها الكوميدي كمان الفيلم فيه تكسيدين للتاريخ لأنجيلا باسات ولورنس فيشبرد واللي اتنين اترشحوا لجوائز الأوسكار التمثيلية الرئيسية سنة تلاتة وتسعين ولكنهم ما كسبوش نفضل مع تينا تيرنر في ترشحنا التاني للمشاهدات المنزلية والمرة دي مش فيلم بيدور عنها ولكن فيلم شركت فيه بطولته وهو فيلم ماد ماكس بياند ثاندر دوم الفيلم هو رقم تلاتة في أجزاء ماد ماكس اللي أصلا لازم ترجعوا تشوفوهم كلهم بس أنا قلت النهاردة أرشح لكم بياند ثاندر دوم عشان موضوع المغنيين وكده زي كل أفلام ماد ماكس الفيلم في منتهى الجنان ومنتهى المتعة في نفس الوقت وفي مشهد مصرعة على طراز جلادييتر هيخليكم تحسوا أن الأفكار الجديدة خلصت من العالم من سنة 85 وتينا تيرنر نالت إشادة كبيرة عن أداءها في الفيلم وعلى الرغم من كده دي كانت المرة الوحيدة اللي مثلت فيها سينمائيا توم هانكس مخرجا ليه فيلمين بس واحد حلو واحد وحش ترشحنا الثالث النهاردة هيكون للفيلم الحلو اللي فيهم وهو That Thing You Do الفيلم بيحكي القصة المكررة لكواليس صعود فريق غنائي شبابي بفضل أغنية واحدة بس وتلاشي سريعا من دوائر الاهتمام والذاكرة الفيلم اشتهر جدا في منتصف التسعينات بفضل أغنيته That Thing You Do اللي كانت مسيطرة على استراحات كل المطشاط قبل ما يخترعوا فكرة الستوديو التحليلي وهو فعلا فيلم حلو وتوم هانكس عامل فيه دور مساند هايل وفيه جملة رومانسية حزينة جميلة جدا لو كانت تقالت في فيلم من بتوع اليومين دول كانت سيطرت على كل البوستات بتاعة الحبيبة المتقلمين لو حد عارف ايه هي الجملة دي وقال لي عليها في الكومنتس يبقى برينس كبير قوي كعادتنا مؤخرا بنحاول ان ترشحاتنا دايما يكون فيها فيلم وطائقي والفيلم الوطائقي اللي بييجي في المركز الرابع في ترشحاتنا المنزلية هو Searching for Sugarman الفيلم بيحكي عن رحلة البحث عن مصير مغني ظهر واختفى بسرعة كبيرة جدا من زمن بعيد رغم اعتراف كل اللي عرفوه بانه موهبة استثنائية وما تقلش عن عظماء جيله ورحلة البحث دي بتقود للكشف عن انه ممكن يكون مجهول في المكان اللي اضطرح فيه لكنه نجح واصبح من العلامات الموسيقية في مكان تاني خالص Searching for Sugarman هو الفيلم الوطائقي الوحيد اللي شفته في حياتي فيه بلوت تويست الفيلم فاز بجائزة الأوسكر اللي افضل فيلم وطائقي طويل سنة 2013 وحقيقي مشاهدته متعة ما بعدها متعة انا بعد ما اقفل الحلقة دي هروح اتفرج عليه عاشر اما ترشيحنا المنزلي الاخير فهو ترشيح رومانسي لفيلم Moonstruck اللي تعرض سنة 1987 وكان من بطولة شار ونيكلس كيج اه نيكلس كيج ده قديم ما يغركوش يعني الفيلم يعتبر من المرات القليلة اللي بنشوف فيها امريكان من اصول ايطالية فاي حاجة غير افلام المافيا وهو فيلم فيه منتهى الرئة والاداءات الرومانسية المسندة اللي فيه فيه منتهى الروعة والاداءات الرئيسية كمان كفاية ان دي تاني مرة من بتاع اربع او خمس مرات بس في التاريخ كله ان مغني او مغنية يكسبوا الاوسكر عن اداء تمثيلي وانا هنا اقصد شار طبعا الفيلم كمان فيه كوميديا جميلة جدا الصراحة النفسية محتاجة شوية رواءان من بطوع مونسترك ده كده كل اللي عندي في ترشحات الاسبوع واتمنى انها تنال اعجابكم ولو في افلام حلوة لها علاقة بالمغنيين ومش مشهورة اوي ياريت تقولولنا عليها في الكومنتز ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وطابعونا على فيسبوك وتويتر ووباز وبي باي